هنا بقى طب في سؤال هنا مهمة بقى هل مصر مفهاش مؤسسات اقتصادية وسندي استثمارية بتشتغل في مسألة تشغيل الاموال بشكل شرعي لا فيه فيه عندنا اكتر من 40 صندوق استثمار في مصر بس محدش شاف عنهم حاجة تسويق يعني محدش اه هم يجي المشكلة في التسويق هوا في مشكلة تسويق وفي مشكلة تانية برضو انه برضو ذول الناس الصحابي برضو بيشتغل في السندي دي وانا عارفهم اللي هو يعني اهو ما عندوش اصلا رغبة في ان هو يتعامل مع هذي الفئة من الناس اصلا يعني هما بيتعاملوا مع عائلات بيتعاملوا مع عائلات لديها مدخرات كبيرة لكن هينزل بقى المستوى بقى حد بقى ايه يروح للسعيد وبي والسي ومع مليون جنيه ولا نصف مليون جنيه بقى لا يا عم انا خليني معلمات من اول عشرة مليون وطالع وجوه قاهرة واسكندري حتى هو فروعهم السنديد استثمار دي مش موجود في السعيد يعني فيه تباعد ما بين الناحيتين اسألني ايه الشركة اللي في المورسة طبعا بالزرط ان انا مش عايز اشتغل مع السيو اللي ده مش عايز وده مش عايز والفاجوة دي بتدي الفرصة للنصابين انهم يدخلوا هو ده هو ده هو ده الفاجوة بشكر حديد بالزبط على ده مستلح اقتصادي فيه هنا عرض وطلب مش بيتقابله وفيه فاجوة في النص هو دخل منها بس كده شكرا هو ده المنطقة المساحة الفرغة اللي هو استغلها ودخل منها فده دورنا احنا كاقتصاديين دور كمؤسسات اقتصادية انه هو احنا نمش بنوصل للناس دي وليه الناس دي مش عارفة عننا ودور الاعلام برضو دور الاعلام مهم جدا